سنة سعيدة على الجميع كلمة سنة سعيدة دي يمكن أكتر كلمة بتتقل في الليلة دي والأيام اللي جاية أي حد تقابله، أي أن كان جنسيته أو نوعه أو ديانته يقولك Happy New Year كل حد بيتمنى للتاني أن يلاقي Happy New Year أو يلاقي سنة سعيدة السنة اللي جاية تبقى سنة 2020 أو 2020 A Happy Year أي حد من أي خلفية بيطلب لنفسه للآخرين السعادة والفرح والواقع أنا عدت أفكر ليه الموضوع ده متكرر أوي كده وتصور بتقال مقاتل مرات النهاردة ويمكن لكل حد فينا يعني ويمكن في الأيام اللي جاية أول 3-4 يام في السنة تتقال برضو كتير في كل الظروف والمواقف وبين كل الفئات أي أن كانت فئات عمرية أو مجتمعات مختلفة الواقع أن العالم محتاج يفرح فبيلاقي مناسبة يفرح فيها لما السنة تخلص يقول طب خلاص نقول Happy New Year تعالوا عشان نفرح شوية ونفكر نفسنا نحتاجين أننا هنفرح العيشة على الأرض مليانة حاجات تزعل مليانة حاجات تكئب وكثير متضايقين من أشغالهم وكثير يعني ما عندهمش شغل فما عندهمش شغل وكثير عندهم علاقات متوترة مع الآخرين يعني ما بيعرفوش تعاملوا مع الناس كويس دائماً زعلنيهم متضايقين وفيه البعض حاسس بالظلم أنه تظلم في موقف أو في تجارة أو في ريليشنشيب والبعض حاسس أنه هو ربنا ظلمه لأنه أصيب بمرض أو بعيه أو بحاجة وتلاقيه مكتئب ومتضايق وواحدة تلاقيها ملانة من حياتها ومش مبسوطة لأن حياتها مش اكسايتد فتلاقيها زعلانة ومتضايقة ومكتئبة ودي واحد مديون ودي واحدة متخنقة مع جزها وأسباب الزعل كثيرة قبل والعالم جعان للفرح والحاجة الحلوة مش بس يعني مش بس أن نحنا في بداية سنة جديدة نقول Happy New Year نتمنى لبعض الفرح ولكن الحاجة الحلوة نضبنا كمان عايزنا أن نفرح ربنا نحب أن نكون فرحانين يعني مش بس أن نحن نحب لنفسنا أن نكون فرحانين لكن الشيء المبهج فعلا أن ربنا عايزنا أن نكون فرحانين يقول لنا كده سمر الروح هو محبة وإيه وفرح يعني متوقعكم تكونوا فرحانين أنت عارفين سمر الروح محبة فرح سلام طول أنا إلى آخره دي بالزبط شكل المسيحي شكل المسيحي أنه يطلع محبة بيطلع فرح فلو أنت مش فرحان يبقى تحتاج تراجع نفسك إلا أن لا يكون في حاجة مش مزبوطة لأن ربنا متوقعك فرحان وعايزك تكون فرحان ويبوليس الرسول يقول لنا كده لأن ملكوت السموات ليس أكلا وشربا بل بل بر وسلام وفرح في الروح القدس ملكوت السموات هو فرح اللي بيبدأ الملكوت هنا واللي هيروح الملكوت هناك عارف أن المفهوم كله فرح احتياجنا للفرح احتياج العالم للفرح كثير مننا بيسددوا وكثير من العالم بر زيما كنا أبونا بيعلمنا من شوية بيسددوا بطريقة غلط واحد عايز يفرح في رأس السنة يروح يجود يعني درنك ويتعب ويتعب الآخرين اللي معاه ويكتقب بكرة الصبح ويبقى أول يوم في السنة أكتر يوم مكتقب في حياته وحد يفتكر أنه لو لم شوية فلوس هيفرح واحدة تفتكر لأنها لو جابت في السنة حلوة هتفرح وكلهم يتفاجئوا بأن ده فرح مزيف فرح مؤقت ما بيعودش كتير بمجرد ما لحظات تعدي الفرح ده بينتهي وزي ما قال كده في سفر أيوبا أن فرح الفاجر إلى لحظة ما بيعودش كتير اللي بيفرح بطريقة غلط لأن فيه حتاج للفرح فكتير بيروحوا يلجأوا لطرق غلط في الفرح الفرح بيختفي بسرعة جدا للأسف يتقلب كمان يتقلب لحزن جديد ويتقلب لصورة من صور الكآبة اللي هي أصبحت منتشر جدا في الناس المتحدة بالذات في نورسة أمريكا وفي كندا ليلا أن الناس بتدغر على الفرح لكن بتحاول توصلوا بطرق غلط هذا يوصلوا بالخطيئة هذا يوصلوا بالألكول هذا يوصلوا بمحاولة أنه يكون نجح في الشغل وللغاية ما يوصل لنجاح معين لأنه نفسه برضو تعبان وزعلان ومكتئب السيد المسيح قال لنا في المسأل بتاع الغني اللي السيد المسيح بنفسه سماه غبي قال أنه كان فاكر أنه يفرح لو لم شوية فلوسه ونام عليهم قال لنفسه كده يا نفسي مبصي قوي استريحي واكلي واشربي وافراحي عشان عندك خلاص فلوس كتيرة هتقعب معاك الأيام كتيرة كانش عارف أنه غبي لأنه مش دال فرح الحي يبقى السؤال النهاردة لو أنا عايز أعيش هابي توني توني أحتاج ألاحظ إيه عشان أفضل دائما فرحان أنا ربنا توقع مني أن أنا أكون فرحان وأنا عايز أكون فرحان وديه أحلى حاجة أما تكون إرادتي متفقة مع إرادة ربنا تبقى ديه حاجة حلوة يبقى حاجة سهلة أو أنها تحصل وربنا عددني فيها هو عايزني فرحان وأنا عايز أكون فرحان البداية في الفرح أنه يجب أن يكون لي اتصال مباشر ومستمر بمصدر فرح وخلينا أقولها بشكل أوضح بمصدر الفرح لأن السادة المسيح له المجد ليس مصدر فرح زي بقية مصادر الفرح اللي ممكن تكون مزيفة لكن هو مصدر الفرح الحقيقي أصله مصدر الفرح وكل بهجة هو السادة المسيح له المجد واللي مننا بيأخذ الكلام ده لأنه كلام وعز وبيروح بيته برده ما بيتصلش بربنا بشكل يومي هو اللي بيجيب لنفسه الغم هو حر يعني حكاية أن تروح لأب عطرافك يقول لك صلي يكون عندك قانون في الصلاة وتقعد فترة قدام ربنا تأخذ منه فرح وسلام أنت لو عملتش كده it's up to you يعني فيش ما فيش يعني ما فيش obligation بس أنت بتخسر كتير بتخسر فرحك لأن الله هو مصدر الفرح شوفوا لما كان الوضع متوتر جدا ليلة خميس العهد والسيد المسيح عارف أنه رايح على الصليب ويسيب التلاميذ وهما بدأوا يرتبكوا قال لهم خدوا بالكوا الآن أنتم كذلك عندكم الآن حزن أنا عارف أن أنتم زعلانين ولكني سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم لما أشوفكم مرة تانية هتفرحوا ولا ينزى أحد فرحكم منكم لأن الفرح لتأخذوه هو فرح فرح جنيو فرح صح ولما السيد المسيح ظهر لهم بعد الإيامة في أول يوم بعد الإيامة هم في العليق قاعدين وخايفين وقفلين على نفسهم يقول كده يحنى البشير في يحنى الأصحى العشرين يقول لنا ففرح التلاميذ حينما رأوا الرب يبقى عايز تفرح تحتاج تقرب من ربنا بشكل جدي نحن نذهب للشغل بشكل جدي بنصحة بدري عشان نودي المدارس بشكل جدي يجوز بنعمل ونعمل حياتنا حتى ناس تشتري حياتنا بشكل جدي ولما تيجي لأنك تفرح نفسك مش عايز تفرح ليه خذ المسألة بجد وخصص لنفسك وقت كل يوم تعب مع ربنا من غير كده مش هتفرح ولو فرحت هتلاقي فرح مزيف يختفي منك ولو ربنا ادالك بداية جديدة سانة جديدة واسمها حلوة عشرين عشرين اسم لزيز تفكر نفسك بأنك هتفرح من دلوقتي بقى كفاية غم وحزن وكآبة ونكد شو حتاك تكمل في كده عندك مصدر للفرح تقدر تفرح به وزي ما قال المرنم داود النبي مزمور 16 يقول كده يقول امامك شبع سرور وفي يمينك نعم امامك شبع سرور يعني اللي يقعد معاك يفرح ببساطة كده الترجمات كلها بتاعتها اللي يقعد معاك يا رب يفرح اللي احنا بنقوله في صلاة باكر مزمور احفظني يا رب لاني عليك توكلت امامك شبع سرور يعني لما بنقعد معاك يا رب هنفرح حابب حابب تفرح اتصل بربنا بمادة فرح زي صلاة المزمير في الاكبية المزمير تعرفين دي تسبحات كان بيعملها داود النبي وآخرين عشان يفرحوا قدام ربنا يحكوا مع ربنا بشكل مفرح عشان كده انتهي بكلمة قليله يا الناس فرحانة وكل شوية لو تقرى المزمير تلاقي سلاه يعني الناس بتقول ميوزيك كانت حاجة جميلة قوي ان هما يسبحوا بالمزمير والكنيسة لقطت للموضوع دا هو قالت لا لو هنصلي نصلي مزمير عشان نفرح لان المزمير مليانة فرح وحلو ان بعد لو جالك وقت ربع ساعة لحاجة تصلي فيها المزمير الصبح حلو قوي لكن خلال اليوم ما تبطلش تتصل بربنا صلي صلاوات سهمية قولوا يا رب ساعدني يا رب عيني يا رب الديني نعمة في الموقف الفلاني صلي صلاة يسوع يا رب يسوع المسيح يرحمني أنا الخاطئ استمر في الاتصال بمصدر الفرح لان من غير كده هتلاقي يجوز تفرح شوية وبعد كده برضو تبرد وتزعل مش محتاج تعمل في نفسك كده انت عايز تفرح وربنا عايز يفرحك وهو مصدر الفرح فاتصل به لكن ما تبقاش يعني تخدع نفسك تقول خلاص أنا أصلي النهارده ربع ساعة على نصف ساعة قبل منزل الشغل وبعد كده أفوت لي 3-4 أيام وأبقى بعد كده لما أفتكر أبقى أتصل ثاني بمصدر الفرح لان غالبا كده برضو المسألة مش هتكون فعالة ومش هتجيب معاك أي نتيجة زي الأكل والشرب كده انت محتاج لفرح كل يوم فمحتاج تقعب مع ربنا كل يوم مسأله واحد من الناس اللي بتحب التسباحة بتيجي التسباحة كتير تقوله انت شمعنا ليه كده يعني بتحب التسباحة يقولك أصلا أنا بحس بفرح لما بعود أسبح ربنا الشكر والتسباح وأنواع الصلاة المختلفة بما فيها الترانيم وبما فيها الصلاة الصلاة حتى الخاصة بتاعتنا دي كلها تملك فرح يبقى حابب تفرح بالاتصال بربنا كان فيه واحد من الأنبياء مشهور قوي هو أرمية النبي أرمية النبي ذا كان الراجل بيعاني في حياته بشكل عظيم فضل 52 سنة يوعظ في الناس والناس ترفضه وتتري عليه ما حدش استمع له أبدا 52 سنة تخيلوا يعني حد بيحاول يدي كورس الحد أو يقول وعظة مثلا الناس كلها ما حدش عايز يسمع له الناس تتري عليه وتقول له لا ما ينفعله الكلام ده لدرجة المفسرين سموا أرمية النبي الباكي من كتر ما هو يعني مظلوم في حياته والمسجد اللي بيقدمها محدش عايز يسمعها له وأرمية نفسي يقول في أرمية سفر الأصحاح الخمستاشر يقول كده يقول أنا لقيت مصدر للفرح وكنت فرحان في وسط اللي نفيده يقول كده وجد كلامك فأكلته فكان كلامك لي لإيه للفرح كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي أتاري أن اتصالنا بربنا في الصلاة بيفرح لكن كلمة ربنا كما أنت فرح ورقيبكم أنت قاعد مع أحد بيقول كده بيقول للأعماق النفس وتصلح فيها الجروح والألام والاكتئابات لأنها كلمة حية حابب تفرح بشكل حقيقي تحتاج أن يكون لك وقت مع كتاب المقدس كل يوم وتاخد مسألة بجدية برضو لو قلنا هنأخذ الصلاة بجدية يبقى مهم برضو نأخذ الكتاب المقدس بجدية شوف وقت يجوز قبل الأكل يجوز بعد الأكل يجوز قبل ما تنزل الشغل يجوز بعد ما تر لاقي وقت وأعرف ناس شطار قوي يزبطوا المنبئ بتاعهم بتاع التليفون بتاعهم قادي على الساعة سبعة بالليل مثلا لازم أعضار الإنجيل لا أعرف هسيب كل اللي في إيد وأعضار الإنجيل عشان عايز أفرح وكلام ربنا كلام مفرح اسم البشاية الأربعة كده اسمها The Good News أو الأخبار المفرحة الأخبار السارة كلام ربنا كلام مفرح يقول كده في المزمور مزمور 19 يقول وصايا الرب مستقيمة تفرح القلب وبرضو ده من مزامير صلاة مصايا الرب مستقيمة تفرح القلب يبقى عايز تفرح اتصل بمصدر الفرح فقعد مع ربنا كل يوم وعايز تفرح تحتاج برضو تخصص وقت لكتاب المقدس وكل يوم برضو لألا ينزع فرحك منك لأنك أنت تفصل نفسك عن ربنا وربنا هو صاحب الفرح مصدر كل فرح هو المسيح له المكتب ولو تهونت ورحت على فيسبوك أو التليفون بتاعك أو الجيمز التي تلعبها أو التلفزيون أي أن كان البرودكت التي تاخده من التلفزيون حتى تصور برودكت كويس أنت في الواقع تفقد فرحك ينفع نفضل طول الوقت ونتفرج حتى على قنوات الدينية كأننا متفرجين على شيء يقول أن يرن عليها شيء حلو قوي حلو حلو قوي عمرنا دقناها هتدقها كيف تدقها بأن أنت بنفسك تقف تصلي وأن تذهب تقرأ كتاب المقدس ليس أنفع تفضل طول النهار والليل تسمع فائزات ويجوز توعى الآخرين وأنت ليس تمارس فرحان أخذ بالكم حاجة تالتة تفرح الواحد لو يأخذ باله منها وبشكل منظم وجاد هو أن يتوف توبة حقيقية الخطيئة محزنة جدا للنفس واتق للواحد قوي كلنا خطأ وكلنا عارفين أن الواحد عندما يبقى عاد في الخطيئة يكون قدقية تقيل وحزنان ومش قادر يفرح شوف واحد مثل الابن الضال الذي حكّلنا عنه السيد مسيح في الوقت صححة الخمستاشر كان تحالته مزربل يعني لم يوجد شيء عدل في حياته حتى لم يجد أكل يأكل واتحول مجرد ما قرر أنه يتوب توبة حقيقية ويرجع الابو اتحول من حال الحزن الحال الفرح أبو يقول للخدام تعالوا يلا عشان هنأكل ايه وهنفرح لأن ابني هذا كان ميت في عاش وكان وكان ضلا فوجد كثير مننا يصابوا بالحزن وبالكابة لأنهم ليس يتوبوا أو يجوز ليس عارفين يتوبوا ليه يعني ليس عارفين يتوبوا يعني يفضل حاسس بأن هو كويس طول الوقت لأن يظن أن لو لم يعمل خطايا عظيمة هو كويس أو هي كويسة وكثير مننا يقع في تبرير ذات المردي الذي يقول أنا لناس ظلماني وأنا لناس بتعمل فيي وكلهم وحشين وانا كويس ويظن في نفس أنه لما يعمل كده ويلقي الملام على الآخرين أن هو ليس محتاج لتوبة مع أن في الواقع أن هو لو فحص نفسه بشكل صح وعرف قد قلبه مليئين شهوات وعرف قد أن هو معجب بذاته وأن هو يحس أن الآخرين على حق في أي وقت وأن هو حس أن دائما أفضل من الكل وأن حس أن أحلى من الكل لو عرفت كده وعرفت أن هذه خطيئة عظيمة اسمها الكبرياء لو عرف واحد لما يعاند وبيدين الآخرين وبيشوف النقاص اللي فيهم عرف لو عرف أن هذه خطيئة زهر تنالي لنفسك ديلونة محترمة هتتوبي ولو توبتي هتفرحي نحتاج نفحص نفسنا كويس خطايا كثيرة منتشرة في المجتمع الكنس للأسف ويجوز حتى الناس اللي بتمارس التوبة والأعتراف ما بتعترفش بيها من كتر ما كترت الناس تقعد يجوز بعد الأداس وينموا على بعض أو يدينوا بعض أو يدينوا صقفة في الكنيسة الأسخل في نورث أمريكا والأسخل في الصيد يعني أنت بتعمل إيه أنت بتجلب لنفسك ديلونة وتعيش في عدم توبة لأن عمرك ما تفتكر أنك تتوب على حاجة زي كده أحد اسم بابونا مخايل داود كان معاصر للبابا كورولوس في الستينات من القرن اللي فات فكان يروحول أولاده في الأعتراف كان يأخذ اعترافات كثيرة مثل أبونا مخيه الإبراهيم كان يروحول الأولاده في الأعتراف يقول للوقت شفت المطران الفلاني عمل في المطران الفلاني المطران الفلاني قال كذا والمطران الثاني قال كذا كان يقول لهم كلهم قدسين يا ابني كلهم قدسين كان يشوف الكلك قدسين فكان ما يقدرش أنه يدين حد حتى أثناء ما يعترف عليه لو تظن في نفسك أنك تقدر أنك تدين الآخرين والأمر عادي وما تتوب عن كذا أنت هتحزن فالأفضل أن نقدم توبة حقيقة نفحص نفسنا بتدقيق ونشوف نقيس نفسنا على كلمة الله ولما نلاقي نفسنا خطاه نقول رب متأسفين مش عايزين نعمل حلو أن نتضع قدام كلمة رب ونقول رب ورينا أين غلطتنا أخطائنا أين خطيانا لكي نتوب لأنه لا ينفع نفضل كذا طول ما نحن حزنان غالبا ليس طيبين وطول ما ليس طيبين يبقى أن نتوب المتضع دائما فرحان والتيب دائما فرحان اتضع قدام كلمة ربنا اتضع قدام ربنا وقدام الناس وشوف كل الناس قدسين زي ابونا مخايل داود ما كان بيعمل هتلاقي نفسك بدأت تكتشف خطيانك وبدأت التوب عشان تفرح اسأل حد من المارس سر الاعتراف بجدية وقول ليه بتعترف كتير كده هيقول لك اصلا انا كل ما اعترف احسن انا فرحان دي حقيقة تطلع من قطة الاعتراف لو انت معترف بجدية ولو انت اخذ بالك من انت فحسن نفسك كويس تليها نفسك بتفرح يبقى ارتباطك بربنا في قعدة مستمرة مع ربنا كل يوم يفرحك وارتباطك بكلمة الله انك تقرأ كتاب المقدس بشكل منظم بجدية يفرحك وانك تتوب بشكل تفرح حاجة تانية تخلي الواحد يبقى فرحان هو يتعلم انه يخضع لمشيئ اطلاف حياته اللي بيسبح ربنا وبيشكر ربنا دايما فرحان لكن المتزمر دايما زعلان حتى لو بيجي كنيسة كتير طول ما انت متزمر هتلاقي نفسك مش قادر تفرح المتزمر على ظروفه وعلى اخطاء مراته وعلى ظروف الناس اللي حوال اخطاء الناس اللي بيشتغل معاه ما بيعرف يفرح لماذا بسبب التزمر اللي عايش فيه لان الواقع ان مش كل حاجة بتحصل في كل الوقت على مزاجنا فيها حاجات ما بتحصل على مزاجنا وربنا رأيت بكده عشان يعلمنا انها ما تزمر نعلمنا نعيش في شكر رضا بس تبقى باردتنا لو لقيت نفسك لما بتواجه مشكلة بتتزمع ربنا وتقول ربش معنا وليه يحصل فيها كده يبقى احترس لان كده غالبا بتنزع فرحك منك بتشيل من نفسك الفرح وانت مش اخب بالك حد قريب كان بيقول تصاحب مع حد فكل ما تحصل حاجة وحشة يقول ربنا عاوز كده حلو قوي ربنا عاوز كده فعلا كلمة لطيفة قول لنفسك ربنا بيعمل احسن حاجة قول لنفسك يد الله تصنع هذا ان ربنا ضبط الكل فعلا هو عارف هو بيعمل ايه يجوز انت مش فاهم بس هو عارف هو بيعمل ايه لما تصحى الصبح من النوم يقول ربنا ملك ايه واي حاجة ستحدث منك فانا قابلها فمعندي قبول للتزمر باي حال من الاحوال وزي ما قال اشعياء النبي كده قال في سفر اشعياء اصحاح 45 يقول ويل لمن يخاصم جابله يعني 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 عيني عليك لو انت هتفضل تعاند في ربنا وتتزمر علي ويل اللي من يخاصم جابله خذف بين اخزاف الارض هل يقول الطين اللي جابله ماذا تصنع يعني اروح اقول ربنا دي مشيت ازاي وانا شايف ان الموضوع ده ما يصح انه كان يحصل مفاقش تعمل كده تطلع انت ايه وانا ايه اطلع ايه اطلعش حاجة ابونا المتنيح البابا شنودة كان دايما يقول الكلمة المشهورة بتاعتك ويقول ايه كل الخير كل الخير ربنا عارف هو بيعمل ايه فلو كله للخير وربنا فوق الظروف وفوق الاحداث وفوق الناس الاشرار وفوق الامراض دي يبقى انا مش محتاج ان اتزمر اتزمر اما هو عارف هو بيعمل ايه كان شاب مدلل جدا لدى ابوه وكان كان فرحان بلبسه قوي وفجأة اكتشف انه اصبح عبد وازبح مسجون هو يوسف الشاب البار ومع ذلك نقرأ في الكتاب في سفر التكوين ان هو ما تزمرش على ربنا ابدا بال بالعكس كان مرتبط بربنا وكان الرب مع يوسف فكان رجلا نجحا ويرحول اخواته في اخر القصة بعد ما رجعوا بعد ما مات ابوهم سيرد عليهم يوسف ويقول لهم الاستبقاء حياه ارسلني الرب قدامكم انتم قصدتم لي شرا والله قصد به خيرا لان ربنا عارف هو يعمل ايه الشخص الذي هو عمره ما يفقد فرحه بالعكس بالعكس يفضل في السجن فرحان في بيت فوتفار فرحان في الضيقة فرحان في بعده عن ابوه فرحان ليه لانه عارف ان ربنا ضابط الكل عارف ان ربنا في يد الامر فانا مش محتاج ان انا اسعل ولو احد هانك او جرحك او دايقك فحاجة ارجوك افتكر داود النبي لما واحد واحد من القريب شاول البنياميين شامع ابن جير قاعد يشتقن فيه ويقول انت قتل قتلة انت راجل الوحش راح قال كده ربنا هو اللي بيعمل كده دا مش محد الشيقرب من الراجل دا لان دي يدى الله اللي بتصنع الرب قال له ايه سب داود دي من ربنا يدى الله هي التي تصنع تصنع هذا بحيز تفرع اعرف ان كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله المدعون بحسب قصده ربنا عارف وبيعمل الخير حتى لو انت مش شايف دلوقتي فبالتالي انزع منك التزمر عشان يرجع لك فرحك مرة مرة تانية اخر حاجة ازاي اعيش سنة مفرحة احتاج ان اخرج من بره ذاتي واهتم بالاخر من اكتر الحاجات حتى الفلسف يقوله كده المهتم بنفسه بس ده انسان حزين وعمر ما يدوق فرح يعني اعايز اقول لكم مش بس الكتاب المقدس واللي علم السيد المسيح من الخروج بره ذات الواحد لو انكر ذاته سيلاقي حياته حتى الفلسفة اللي هم ملحدين احيانا اكتشفوا برضو الحقيقة ده ان انت لو خرجت بره ذاتك ستلاقي حياتك انت مش فرح فرح حقيقي حتى الناس اللي بتدور حوالين فشلهم واخفاقتهم والديون اللي عليهم ورفض الناس ليهم دول برضو مش فرح ان انا بدور حوالين زوتهم طب ايه الحل الحل ان اطلع من الدوران حوالين ذاتي وقرر ان اخرج عشان خاطر اساعد الاخرين وفرح هم اللي بيحمل اسقال الاخرين بيفرح زي ما قال كده معلمنا بولس الرسول في رسالة غلطية قال احملوا بعضكم اسقال بعض وإيه هكذا تممونا مسيح ربنا عايز ان احنا نعمل كده عايز ان احنا نهتم بالاخرين ليش بنفسنا تحب الرب الهك من كل قلبك من كل فكرك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك وتحب قريبك كنفسك تدور على الاخر وتشوف فين عشان تقدر تساعد وفرسالة فليب يقول لا تنظر كل واحد الى ما هو لنفسه بل كل واحد الى ما هو للاخرين ايضا ليكم فيكم هذا الفكر الذي في المسيح هو المسيح عايز كده ده فكر المسيح ربنا بيفكر كده يريد لو فكرك يبقى زي فكر وتطلع برا نفسك وتدور على راحة الاخرين سواء في اسرتك او في الناس اللي حواليك او في شغلك او في خدمتك دور راحة الاخر طول ما انت تدور راحة نفسك انت مكتئب انت متدايق من غير انت تطلع برا نفسك مش هتقدر تاخد فرح او على يقول كده السيد المسيح لان ابن الانسان لم يأتي ليخدم بل يخدم ويقدم نفسه فدية عن كثيرين اسأل واحد يتعب يروح مثلا يزور مريض او تتعب ترفع السماعة تتصل بواحدة متضيئة وحيدة او حزينة او فقدت حد من اسرتها او ارمال او غيره اسأل يقول لك احنا فرحانين جدا النهارده احنا النهارده شفنا المسيح لان اهتمينا بحد كان مستحق الاهتمام وكان محتاج لحد يهتم به ومحد كان ياخد باله منه واحدة كانت ارمالة حديثا اتنيح زوجها من كم شهر قبل الكريسمس وكانت من نيويورك سيتي وكانت عندها أولاد فاكتشفت انها ستقدي الكريسمس لوحدها كانت حزينة جدا ومضايقة لان مجرد ان الشغل سيخلص يوم كريسمس ايف سيبقى فيه وستبقى متضايقة وزعلانة ومكتئبة وقررت انها لم تروحش البيت وقالت انا اخد اول اوتوبيس اشوف وهروح به اي مكان يوديني فيه لكي اضايح اليوم مرجعش البيت وعيش في الام الوحدة اللي انا عايش فيها ولا الحزن اللي لسه الغد دلوقتي تعبني رجبت فعلا الاوتوبيس والاوتوبيس نزلها في اخر الخط يعني اخر المحطة وقال الاوتوبيس التاني اللي راجع بقيله حوالي ساعة او ساعتين عشان يرجع فقالت خلاص امشي شوية في البلد اللي رايح قالت محتى مكنتش عارف اسم البلد دي ايه تماشت لقيت كنيسة فيها وفيها كريسمس كارولز وقالت اخش حلو كويس اسمعلي شوية ترنيم يمكن اهدى وفعلا دخلت جوه الكنيسة وهديت قوي من درجة انها نامت وهم بيقولوا من كتر راحت حلو يعني كده هو استريح الشخص تسمع الكريسمس كارولز استريحت فنامت اما صحي تلاقي الجنيسة خلصت وان جنبها طفلين صغيرين سبعة وتسعة سنين لابسين هدوء مقطع ومش مبسوطين في ليلة الكريسمس فسألتهم فين البلد بتاعكم قالوا احنا ارفنز احنا البلد تقونا مئته وبدأت تعرف حالتهم وسكنين فين في ارفنز واهتمت انها تشوف الام الطفلين دولة وتبنت مشكلتهم بتقول ان انا مجرد مخرجت من نفسي عشان اتبنى مشكلة الطفلين دولة اكتشفت ان انا بقيت فرحانة لما تبنت مشكلة حد تاني وقررت حد تاني اكتر احتياج للمساعدة منها قررت انها تساعد وتقدم له المحبة بتاعة المسيح بقيت فرحانة يبقى عابب تخليها سانة فرح استخدم ادوات الفرح ارجوك لا لا تبقى يعني تبقى عاية تفرح فرح نفسي كده واول وتاني يوم يعد عليك وينتهي الفرح من حياتك مرة تانية استخدم ادوات الفرح قعدتك قدام ربنا تول من ادوات الفرح قعد قدام ربنا على قد ما تقدر لكن حتى لو وقت صغير خليه منتظم كل يوم اقرأ كتاب المقدس بانتظام كل يوم لازم لازم عشان تفرح و اجان مش حكاية بقى فرد من الفرود ده ليك انت حابب تفرح اعمل كده مش حابب تفرح عايز تفضل في اللي انت فيه وتقول العيشة واللي عايشينها واللي فيها انت حر بس لما حتاك تفرح خذ الفرح واستخدمها اللي حابب يفرح يحتاج يوتيوب توبة حقيقية ويتخلى عن بيرز يكتشف النخاط الوحش ويفحص كل ليلة يقول ربنا متأسف غلطت في كذا وكذا وكذا ربنا وقول ربنا عاوز يد الله بتصنع هذا كله للخير ربنا بيعمل أحسن حاجة ولو حابب تفرح اطلع بره ذاتك واهتم بالآخرين كل سنة حضركم طيبين وسنة سعيدة عليكم لإله من المجد في كنسته من الآن ولا أبدا من ترجمة نانسي قنقر